برضو يا دكتورة لسه في ناس يعني هنقول يعني لسه مسحوش من النوم صح؟ لسه مسحوش من النوم لا مش من النوم مسحوش انهم لسه مفقوش لسه مفيش يعني رغم انه نحن لو صمار وقد دلوقتي ولسه برضو في ناس كتير مفقتش فعلا لسه مفقتش ناس كتير عايزين الناس دي تفوق احنا لازم نكلمهم برضو كتير ما نملش احنا معلش وما لازم برضو عايزين اللي يقولي يفهمهم يوجهوا يعلمهم علشان هم يعني دي شفت ضغوط الحياة دي الضغوط الجامدة على الإنسان عارف إحنا لو ربنا سبحانه وتعالى فرض لنا حاجات لو إحنا ماشينا الطريق قال يا جماعة الطريقة هو الطريقة هو ده حرام ابعدوا عنه ده حلاء امشوا في الطريق أهو صلي الصلاة في وقتها هل أنا لو تأخرت عن الصلاة عن وقتها ده مثلا ربع ساعة عشر دقايق طب معلش حجب الظهر والعصر مع بع طب والنبي طب المغرب والعشاء الدانو يا نهار طب دي بحسب الله ربع كلهم مع بعض طب حصل لهم بالليل قبل مناء طب ده لانيم تبقى طب حصل لهم بكرة مع فرض بكرة إيه ده انت بتعرفش ان انت كده بتعمل يعني بتبعد عن ربنا أصلا دي العبادات هي اللي بتقربك من ربنا سبحانه وتعالى ما يمكن هي اللي تبعد عنك الضغوط اللي انت مش مستحملها دي ما يمكن أنا لما قرب من ربنا يقوم ربنا بعد عني البلاء اللي أنا حيجيني وأنا مش عارف جايلي من أي طريق أو حيلهمني بحل المشكلة جائزا عندي مشكلة مش عارفة حلها بس أنا بصلي وبصوم وبقرر الأسكار وما بعملش حاجة تغضب ربنا وبحاول بقدر الإمكان يعني في مشكلة بحلها في أصلح بين الناس أقضي حوائج الناس طب أكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني لو في حاجة أنا هقع فيها أكيد يا إما هعرف حلها فعلا يا إما ربنا سبحانه وتعالى هينقذني منها هينقذني الإنسان لما بيقع في ابتلاء بيفتكر على طول أنه أثر في العباد أثر ما بيفتكرش أنه أثر غير لما بيقع في الابتلاء وأهم حاجة عندنا يا جماعة في الحياتنا دي والله العزيزي الصدقة مهمة جدا الصدقة إحنا كل ما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه ده ومرضكم بالصدقة يعني أنا حاولك على حاجة واعمل إيها يا دكتورة مون لو عندك لا قدر الله يعني مش حاولك حاجة يعني شوية برد طلعي صدقة ابنك مش عارف عنده تعبن حاجة بسيطة برد طلعي له صدقة وشوفي فعلا فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيشفيه ده ومرضكم بالصدقة فين يعني أنا أعتقد أن إحنا يعني مهما كان في الإنسان من ابتلاء منه من الإنسان فيه تقصير فيه تقصير ما فيش تقصير يبقى سبحانه بسم الله من شاء الله هتلاقي وشه منور من صلاة القيام ربنا بيستجيب للدعاء يعني الإنسان ما يملش من الدعاء هتبقى حياته كويسة لا الدعاء بيغير الأخضار آه طبعا الدعاء بيغير طبعا ربنا سبحانه وتعالى ادعوني ادعوني أستجيب لكم يعني سبحانه وتعالى ما نملش مش عايزين نمل لا من الدعاء ولا من الطعام مهما كانت مشاغل الحياة مهما كان فيه صعوبة مهما كان فيه مشاكل تأكدي ان حل المشكلة بيكون بسيط جدا طول ما احنا قريبين من ربنا هنعرف نحل المشكلة عارف المشكلة اللي ما تعرفيش تحليها دوري بقى شوفي انا قصرت في النهاردة انا عملت ايه لازم تدوري تفتكري تعرف فين الخلق حطيتي ايدك على موضوع الخلق اتأكد ان العلاج هتلاقيه بكل سؤال